تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من مستشار النامسا كارل نيهامر وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تباحث حول تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والجهود المطلوب القيام بها دوليا وإقليميا لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما تسبب فيه من إزهاق لأرواح المدنيين لا سيما في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار في المنطقة أضف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وهو الأمر الذي يتطلب وقف التصعيد ومنع تدهر الموقف وحس جميع الأطراف على ضبط النفس